اشهدت صاحبات السمو الملكي الامير سابيكا بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله بتواصل الجهود الوطنية لرفع مستويات تقدم المرأة البحرينية في شتى المجالات قرينة عاهل البلاد المفدى عن فخرها واعتزازها بداء المرأة البحرينية المتميز في كافة المجالات وقد كان آخرها النسبة المرتفعة للمتفوقات على قوائم نتائج المراحل التعليمية بمستوياتها المختلفة وفي كل التخصصات حيث هنت تسموها جميع الخرجين والخريجات بهذه المناسبة متمنية للجميع دوام النجاح والسداد في مسيراتهم العلمية والعملية القادمة التي تمثل رافداً أساسياً للمسيرة الوطنية بتوجهاتها الشاملة ورؤيتها الوعدة تحت القيادة النيرة والسباقة لجلالة الملك المفدى حفظه الله جاء ذلك خلال ترأس سموها لعمل الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمرأة في دورته الحالية حيث تبع المجلس نتائج إنجاز الخطة الوطنية للنهوض لنهوض المرأة البحرينية حتى نهاية العام المنصدم ونوهت سموها في هذا الصدد بتبني وإطلاق العديد من الجوائز والمبادرات على المستوى المحلي والعالمي وهو ما لفت نظر العالم أجمع إلى تجربة البحرين في مجال الدعم وتمكين المرأة معتبرة سموها أن إطلاق جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة واختيار المنام عاصمة للمرأة العربية هذا العام يثري مسيرة عطاء رائدة اختزلت بين طياتها العديد من قصص النجاح التي دونتها المرأة البحرينية على مر تاريخنا الوطنية وأكدت قرينة عهل البلاد المفدة على همية تطوير آليات التكامل والتعاون المستمر مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين والتنفيذيين لارتقاء بالعمل المؤسسي الموجه لرفعة المرأة وصرحت تلامين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالى الأنصاري بأن الاجتماع سعرض تقرير الأمانة العامة بشان نتائج مخرجات تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وعلى وجه التحديد برامج الاستقرار والحماية الأسرية ومبادرات تنمية مشاركة المرأة في سوق العمل وحل بعض المشكلات التي تواجهها في بعض المجالات حيث تم في هذا الإطار مناقشة برنامج إرشاد المنفذ بالتعاون مع وزارة العمل ومعهد الإدارة العامة وتمكين